بالنسبة لمشكلة قصر النظر اعراض قصر النظر اللي بيظهر على الشخص وكيفية علاج هذه المشكلة طبعا مشكلة قصر النظر من المشكلات المرتبطة بالعيون واللي بتأثر على الحياة اليومية الطبيعية للشخص المصاب بها وبيعتبر قصر النظر طبعا من اكتر الاسباب شيوعا لضعف البصر عند الاشخاص الاقل من اربعين سنة فمهم جدا ان احنا نركز على اعراض قصر النظر وهنتكلم فيها عن اعراض قصر النظر عند البالغين واعراض قصر النظر عند الاطفال في بعض الاعراض اللي بتظهر عند الشخص البالغ المصاب بخصر النظر وهذه الاعراض ان شخص دايما بيشتكي من الرؤية الضبابية بيشعر كأن فيه ضباب او فيه غيوم موجودة على العينه وده بتخليه مش قادر يفسر الاشياء بوضوح من الاعراض ايضا الصدع بسبب اجهاد العين المستمر ايضا من الاعراض عدم وضوح رؤية او تشوش رؤية خاصة اثناء خيادة السيارة من الاعراض ايضا التعب وخاصة لما الشخص يحاول ان هو ينظر للاشياء البعيدة ويحاول ان هو يدأ فيها فبيصاب بالتعب وايضا الاعياء بسبب الاجهاد البصري المستمر بالنسبة لاعراض قصر النظر عند الاطفال غالبا بيتم تشخيص قصر النظر في سنوات الدراسة المبكرة لحد سن المراهقة ومن اعراض قصر النظر اللي الاطفال او صغير السن بيعانوا منها هي ان الطفل بيبقى يعني عنده رغبة ان هو يجلس في المقدمة في مقدمة الفصل بالقرب من الصبورة او في البيت بيبقى حابب ان هو يقرب جدا من جهاز التلفاز او شاشة الحاسوب يعني لدرجة انه ممكن يلزق عينيه في قلب الشاشة لان هو طبعا بيبقى حاسس بالضيق وبيبقى مش قادر يفسر الصور فبيضطر يقرب المسافة جدا وده طبعا خطر على العينين من المشكلات ايضا او من الاعراض اللي بيعاني منها الاطفال هو عدم ادراك الاطفال وتفسيرهم للاشياء البعيدة حتى لو كانت على مسافة يعني ليست بعيدة جدا ايضا من الاعراض اللي بتظهر على الاطفال وبتشير لقصر النظر هي الرمش اي اغماض العيون بشكل متكرر وشكل سريع ومفرد دايما الطفل قاعد يفتح وغمض في عينيه بصورة مستمرة ايضا فارق العينين بشكل متكرر ومن الاعراض ايضا حوال العين طيب بعد كده لو حبينا نتكلم عن مضاعفات هذه المشكلة مضاعفات قصر النظر بالنسبة لمضاعفات قصر النظر بتتراوح ما بين مضاعفات خفيفة الى مضاعفات شديدة نسبية من هذه المضاعفات هي تعرض سلامة الشخص المصاب بقصر النظر والاخرين من حوله الى الخطر وخاصة لو كان هذا الشخص بيقود سيارة او بيقود مركبة فبالتالي ممكن يعرض حياة الاشخاص اللي معاه لاي حادث مفاجئ علشان جده مهم اختبار النظر وقياس النظر في استخراج رخص القيادة ايضا من المخاطر ازدياد التعرض لمشاكل العين الاخرى زي اهمال علاج مشكلة قصر النظر ممكن يسبب اعتام عدسة العين او ان الشخص يصاب بانفصال شبكية او الاعتلال البقعي الحسري غيرها من المشاكل بتسبب تمزقات والتهبات وتكون اوعية دموية جديدة وضعيفة داخل العين يمكن ان يتتعرض للنظيف بسهولة في اي وقت وطبعا كل الامور اللي احنا ذكرناها دي مشكلات خطيرة لو اصيب بها الانسان بيبقى علاجها مكلف جدا وبيبقى في خطر على الرؤية من المضعفات ايضا زيادة التكاليف والاعباء المالية نتيجة زيادة الفحوصات والاجراءات والعلاجات اللازمة لعلاج المشكلة وحلها وبالتالي مهم تدارك المشكلة في بدايةها علشان العين ما تتدورش حالتها الصحية وبدل ما كان الانسان عنده مشكلة واحدة اصبح عنده مشكلات متتابعة بسبب اهمال على جهز المشكلة من المضعفات ايضا لقصر النظر اجهاد العين والاحساس بالصداع المستمر مع الحاجة لاغماض العينين بشكل دوري للحفاظ على التركيز ايضا التأثير على حياة الشخص اليومية او على جودة حياته بسبب ان هو غير قادر على اتمام الوظائف المطلوبة منه بسبب الضيق اللي بيشعر به او الضعف اللي بيشعر به بسبب مشكلة قصر النظر طيب لو اتكلمنا عن كيفية علاج هذه المشكلة كيفية علاج قصر النظر طبعا بيعتمد علاج قصر النظر على درجة قصر النظر لدى الشخص المصاب فممكن اذا كان درجة الاصابة بسيطة يمكن اللجوء للعلاجات الطبية غير الجراحية وهي يعني معظم الحالات بتلجأ لها طوال الوقت لتصحيح او معالجة اعراض قصر النظر وخاصة لو تم تشخيص هذه المشكلة مبكرا ولازال يعني الطفل في سنه مبكرة او الانسان لازال في مقتبل العمر من طرق العلاج استخدام العدسات اللاثقة طبعا العدسات اللاثقة ليست يعني للمظهر الجمالي فقط وانما هي في الاساس لها وظيفة طبية لتصحيح قصر او طول النظر عند الاشخاص المصابين بمشكلات العين وده طبعا يعني بعض الاشخاص بيفضلوها او بيلجأوا لها لو ما كانوش حابين ان هم يرتدوا نظارة علشان محدش يعني ينتبه ان هم عندهم مشكلة في العين بعد كده ظهر استخدامات اخرى لعدسات اللاثقة ولكن ليست محل للحديث عنها يمكن ارتداء العدسات اللاصقة مباشرة على العين لتصحيح الرؤية وهذه العدسات طبعا بتتوافر باشكال وانواع مختلفة علشان تناسب جميع الحالات الطبية منها عدسات لينة منها عدسات صلبة منها عدسات نافذة للغاز وغيرها من المواصفات تاني طريقة بتستخدم في العلاج هي استخدام النظارات الطبية طبعا بتعتبر النظارات الطبية اكتر امانا واكتر انتشارا وبيمكن اختيار نوع العدسات المرغوب فيها وتجددها مع الوقت مهم جدا للاشخاص اللي هما بيرتدوا نظارات ان هما متابعة دورية مع الطبيب علشان اي تغير يحدث في قوة الابصار يتم تغيير النظارة فبالتالي يتحقق التحسن المطلوب الخيار الثالث او الاخير المستخدم في علاق قصر النظر وهو الجراحة بيتم اللجوء لعلاق قصر النظر عن طريق الاجراءات الجراحية للعين وده طبعا بيعتبر حل نهائي وبعدها الانسان في الغالب لا يحتاج الى ارتداء النظارة الطبيعة او العدسات اللاسقة الاجراءات الجراحية طبعا مختلفة منها الاجراء اللي معظمنا نسمع عنه وشائع وهو الليزك اللي هو تصحيح النظر باستخدام جهاز الليزر بتعتبر من اكتر الاجراءات شيوعا تصحيح ضعف البصر وبتتم جراحة الليزك عن طريق الية معينة خلال وقت قصير تستغرق حوالي نصف ساعة وممكن يتم استخدام قطرات موضعية لتسكين عين المريض اثناء اجراء الجراحة لان طبعا يعني لا تحتاج الى تخدير كل في معظم الحالات طبعا بنأكد على ان نتيجة جراحة الليزك النتيجة النهائية لان ممكن بعض الاشخاص بيبقوا يعني مستعجلين للنتيجة او عايزين بعد ما يخرجوا من عملية الليزك خلاص النظر يرجع طبعا لا التعافي النهائي ممكن يظهر بعد شهرين الى 3 اشهر حسب الاجراء وحسب استجابة الجسم ومهم جدا الالتزام بالتعليمات بعد اجراء عملية الليزك اللي الطبيب بيحددها من استخدام طرق وقال العين استخدام قطرات العين او المضادات الحيوية للحد من حدوث اي التهابات او اي مضاعفات او اي عدوى ممكن تتعرض لها العين ممكن ايضا من الاجراءات الجراحة اللي بيتم اللجوء لها في تصحيح البصر او علاج ضعف البصر او علاج قصر النظر هو اجراء بيعرف باقتطاع القرانية بالانكسار الضوئي بيتم استخدام اجراء اقتطاع القرانية بالانكسار الضوئي لتصحيح قصر النظر بيتم ايضا فيها استخدام الليزر ولكن بيتم نحت الطبقة الوسطى من القرانية وده بيعمل على تصطيح منحني القرانية يعني بيخلي الجزء المنحني في القرانية مسطح وده بالتالي بيسمح لاشعة الضوء بالتركيز بالقرب من شبكية العين او على الشبكية مباشرة فبالتالي بتتعالج مشكلة قصر النظر ده كان اهم المعلومات بخصوص اعراض قصر النظر اللي بتظهر على الشخص المصاب بها سواء بالغ او صغير وكيفية علاج هذه المشكلة في النهاية عجبك الفيديو نتمنى ضغط على زر الاعجاب بنتمنى مشاركة الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفيضة الاكبر عدد ممكن من الاشخاص في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد